اشتركوا في القناة 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 طريقة الـ external style اللي شرحناها اللي هي عبارة عن selector والـ property والـ value حتى نربط الان بين code بين صفحة الـ HTML والـ CSS لازم نختار اللي هو link real style sheet style.css تمام save وضي كومنت الـ title css تمام الان احنا ربطنا بين css والـ HTML لو حددنا مثلا الـ paragraph paragraph بدي welcome to channel نعمل save رح نشاهد ان ما عليها اي تأثير طيب نفتح على صفحة ملف css ونبدأ بالتأثير نختار selector وهو paragraph كارل بريسز نكتب الـ property مثلا الـ color الـ column و الـ value الخاصية و الـ value مثلا red و الـ و الـ و الـ و الـ و الـ 20 نختار text align center موضح هيكون الوسط لو عددنا على الـ body مثلا نختار selector body كارل بريسز background color مثلا هذا الـ و نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي ويعطيكم ألف عافية و وضع